ينضم إليه في الستوديو وسيم بدر أناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي أهلا بك أهلا بك وبالمشاهدين الكرام يعني وسيم بالبداية لنشرح للمشاهدين عن تفاصيل هذه الحملة ما هي المحفزات والإعفاءات التي تقدم لمن يسلم سلاحه وهل تعتقد أنها تفي بالغرض في إطار مساعين للحد من ظواهر العنف والجرم الخطير في المجتمع العربي قمنا بإطلاق الحملة لتسليم السلاح غير القانوني في المجتمع العربي منذ 17-11 وحتى 28-11 في كافة البلدات العربية من منطقة هضبة الجولان وحتى الجنوب ومهم جدا أن ننوه أن هذه الحملة تمكن من من يملك السلاح بشكل غير قانوني بتسليمه إلى نقاط ومراكز تسليم الأسلحة في مناطق السلطات في أماكن أعدت لذلك في السلطات المحلية دون تواجد لأفراد الشرطة حيث منحنا خلال هذه الحملة الحصانة القضائية لكل من يسلم سلاحه فهذه فرصة تاريخية لكل من يملك السلاح بشكل غير قانوني لكي يفتح صفحة جديدة لكي ينهج وفق القانون ويسلم السلاح غير القانوني دون أن تكون هناك مساءلة قضائية وأيضا دون التعريف أو التشخيص عن نفسه فحسب رأيي هذه الحملة تختلف عن الحملة السابقة حيث قمنا بالإعلان عنها بأننا سنمنح الحصانة القضائية دون مساءلة قانونية لكل من يسلم السلاح ودون التعريف عنه فبإمكان أيضا كل من يهمه المجتمع العربي من رجال الدين وكل من يهمه الأم التي تخاف أو تخشى على ابنها فبإمكانها هي بنفسها أن تأخذ السلاح وأن تسلمه حتى لو كان هناك تخوف لدى من يمسك السلاح أو يقوم بحيازته بشكل غير قانوني مثل ما سمعنا بالتقرير بعض الأراء ولكن سيد وسيم على ذكر الحملة السابقة ما هي دوافع جهاز الشرطة اليوم ليطلق حملة كهذه بالوقت اللي قبل عام ونصف أو عامين تقريبا انطلقت حملة مشابهة بالتفاصيل وفشلت فشلا ذريعا في جمع السلاح في المجتمع العربي هذه القضية التي يعاني منها المجتمع العربي هي في مقدمة أولوياتنا وهي تقلقنا جدا لكن هي يجب أن تقلق المجتمع العربي بحد ذاته بأسره فهذه المشكلة هي مشتركة وتحدي وهدف مشترك للمجتمع العربي وللشرطة فلو فشلت هذه الحملة أيضا هي تعد فشل للمجتمع العربي فماذا عن المجتمع العربي بنفسه؟ ماذا عن الشرطة الداخلي لكل إنسان ولكل مواطن ليسأل نفسه؟ عندما نحن نضبط السلاح بحوزة قاصر وعندما نضبط السلاح مع امرأة متقدمة في السن في زلفة سالم وعندما نضبط طفل قاصر يبلغ عمره سنة ونصف سنة ونصف يلعب في سلاح في مسدس محشوب الذخيرة وعندما نضبط سلاح من نوع كارلو في روضة أطفال في جسر الزرقاء وعندما نضبط مسدس في مدرسة في كفر قاسم فهذا على ماذا يدل؟ ماذا مع المجتمع العربي؟ ماذا عن فشل المجتمع العربي في هذه الحملة؟ نحن ننادي كافة القيادات والمواطن البسيط أن يتكاتف معنا وأن يعمل معنا لأن الهدف والتحدي مشترك بدون شك الهدف هو مشترك ودليل على ذلك بأن القيادات السياسية في المجتمع العربي دائما ما كانت تطالب الشرطة بجمع الأسلحة غير المرخصة ولكن علامات الاستفهام هو حول تفاصيل هذه الحملة وهل هذه الحملة فعلا هي الوسيلة الناجعة؟ لذلك ينضم إلي عبر الخط الهاتفي أيضا سيد طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف الجريمة في المجتمع العربي المنبثقة عن لجنة المتابعة مساء الخير سيد طلب يعني ما هو موقف لجنة المتابعة من هذه الحملة التي أطلقتها الشرطة بهدف تسليم استلاح غير المرخص؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك العزيز أولا كل جهد لجمع السلاح هو جهد مبارك ونحن نرى أداء أفضل من قبل جهاز الشرطة مؤخرا نحن نريد أن يكون ذلك وفق لخطة منهجية وليس مجرد ردود أفعال إحدى الإشكاليات أن الشرطة لم تقم بتقييم التجربة السابقة ولماذا فشلت وكيف بالإمكان أن تكون هذه المرة أفضل الأمر الثاني السؤال الأهم أين من أين يأتي أو مصدر هذا السلاح وكيف بالإمكان الحد من وصول هذا السلاح سواء من الجيش أو غيره إلى أيدي غير مسؤولة أو إلى المجتمع العربي والأمر الثالث أخت الكريمة هو لماذا يقوم المواطن العربي بحيازات هذا السلاح طالما يشعر بعدم الأمن والأمان سيستمر بشراء السلاح وتكبيل هذا السلاح ولكن عندما يدرك أن هذا السلاح يتحول إلى ماساء ومن أجل أن يدرك ذلك على الشرطة أن تقوم بعدة خطوات وأن تكون عملية جمع السلاح هي الخطوة الأخيرة وليس الأولى لأنه إذا كانت الأولى ومبررات ودوافع وأسباب شراء السلاح وحيازة السلاح ما زالت قائمة سيستمر المواطنين بتملك السلاح ولكن عندما يدرك أي مواطن بأن أولا لا حاجة للسلاح في ظل وجود الشرطة التي ستكون بالتوفير الأمن وأنه إذا تم ضبطه وحيازة الأسلحة سيلاقي عقوبة صاربة بمعنى ضرورة أن تكون هناك رفع نسبة العقوبة بالنسبة لحيازة السلاح الإتجار بالسلاح واستخدام السلاح عندها سيدرك المواطن وسيكون له الدافع بأن يتخلص من هذا السلاح ولكن الآن في ظل عدم تغيير الظروف والواقع أنا أتوقع بأن هذه الخطوة وإن كانت تهمة لكن هذه الخطوة ستكون فاشلة لأنه لا يوجد أي مبرر أو دافع أو وازع للمواطن بتسليم السلاح للأسف الشديد وصلت الفكرة شكرا لسيد طلب أستانع أعود لضيفي الكريم في الاستوديو يعني وسيم مثل ما سمعنا من السيد طلب وأيضا في بعض الأراء التي رصدناها في التقرير وأيضا بدي أشير لأنه هناك دراسة أجريت في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس قبل أشهر اللي يعني تشدد بأنه نتائجة تشير لأنه فيه انعدام ثقة ما بين المواطن العربي وجهاز الشرطة والسؤال الذي يسأل يعني لماذا تطلق الشرطة حملة من هذا النوع لجمع السلاح بالوقت اللي فيه انعدام ثقة يعني لما أنا مش واثق بجهاز الشرطة هل يعقل أو هل منطقي أني أسلم سلاحي في إطار يعني هذه الخطوة ما كانش فيه إمكاني أن يكون فيه خطوات ربما متعوب عليها أكثر وجادة أكثر من هذه الحملة عمل الشرطة مستمر ومتواصل على جميع المستويات في هذا المجال في مجال الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية قمنا منذ بداية هذا العام بضبط أكثر من 4200 قطعة سلاح غالبيتها الساحقة في المجتمع العربي قمنا بتوقيف أكثر من 3700 مشتبه ارتكبوا جرائم تتعلق في بيع ونشر الأسلحة غير القانونية استخدامها وإطلاق النار بشكل غير قانوني حيث تم تقديم أكثر من ألف لائحة اتهام إلى المحاكم لتأخذ العدالة مجرها إلى جانب مساعينا في الميدان في المجال الاستخباراتي والمجال الميداني نحن نقوم بكل محاولة وبكل جهد لكي نحد من هذه الظاهرة فكيف ذكرت من دون تعاون وشراكة للمجتمع العربي لن نصب إلى مستقبل أفضل وآمن أكثر فهذا هدف أيضا وهذا يجب أن يكون من مقدمة أولويات المجتمع العربي بما في ذلك قيادات والمواطن البسيط لأن في نهاية المطاف السلاح قد يشكل خطرا على الطفل وعلى القاصر وعلى الكاهل دون أي تفرقة فهذا واجب إنساني وواجب أساسي لكل مواطن يهمه المجتمع الذي يسكن به بالنسبة لقضية الثقة أنا لا أوافق الرأي في كل ما يتعلق في هذا المجال فنحن خلافا عن الحملة السابقة هذه الحملة يشارك بها أكثر من ثمانين سلطة محلية أكثر من ثمانين رئيس مجلس أو رئيس سلطة بلدية وافق وأخذ جزء في هذه الحملة وأيضا أي أم أو أخ يهمه أخيه أو ابنه أو كل من يهمه في المجتمع العربي فعليه أن يأخذ السلاح ويقوم بتسليمه إلى مركز تسليم الأسلحة غير القانونية حيث لا يتواجز هناك رجال للشرطة وأيضا كيف ذكرنا دون مساءلة قضائية نحن المباشر عملنا على جميع المستويات أيضا في خلق التغيير الثقافي نحن نقوم بمحاضرات في المدارس من جيل الروضة وحتى الثانوية لنخلق تغيير ثقافي فكري في كل ما يتعلق في إحرام القانون وسيادته فالمجتمع العربي عليه فقط التكاتف معنا لأن الهدف مشترك ماذا عن تعاون أو تجاوب المواطنين واضح لإلنا أنه هدف القيادة وهدف رؤساء السلطات المحلية بأن لا يكون هناك سلاح في البلدات العربية هدف الجميع وذكرنا بأن هذا هدف مشترك والسيد طلب الصانع شدد على ذلك هل هناك أرقام أو معطيات بتقدر تفيدنا فيها لا يمكن أن أفصح عن معطيات نحن نشهد لتجاوب الحملة هي في كافة أرجاء الدولة بما في ذلك في المجتمع اليهودي أيضا في المجتمع الإسرائيلي ككل فنحن نعمل ونقوم بكل جهد على جميع المستويات لكي نجمع الأسلحة غير القانونية من المجتمع العربي في هذا المجال مهم جدا أن ننوه أن منذ بداية هذا العام قمنا بفك رموز 34 جريمة قتل في المجتمع العربي ثمانية منها ارتكبت بحق نساء فإن هذا يدل على مساعينا على أن الشرطة قادرة ومعنية وأنها سوف تمضي قدما في مكافحة الجرم الخطير لكي نحيل كافة المجرمين إلى العدالة أيضا نحن قمنا بإلقاء القبض على مشتبهين مركزين في ثلاث جرائم قتل أخرى على أمل أن نحيل كافة المجرمين إلى العدالة في هذه الجرائم ونحن نتأمل ذلك 34 جريمة من الجرائم في أسنوات السابقة ولكن مع الأسف لم نشاهدين سنة 2019 من 83 جريمة نتأمل أن تفكر رموز كل هذه الجرائم التي فعلا السلاح غير المرخص كان موجه لأبناء المجتمع العربي بها ونتأمل أن يكون كل مجهود مبارك وأن يصب في جمع الأسلحة غير المرخصة في هذا الصدد نشكر حضورك معنا وسين بدر ناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي من مشاهدين وفعلا نحن نتأمل أن لا نعود نسمع أكثر عن جرائم في مجتمعنا أو في بلداتنا بشكل عام وفعلا أن يتم تسليم السلاح غير المرخص إن كان في إطار هذه الحملة أو في غيرها من خطوات في المستقبل القريب جدا